اشتركوا في القناة والانساني جاء تجسيدا لرؤية الملكية السامية في ترسيخ حقوق الانسان وحماية الحريات وضمان المساواة امام القانون دون تفرقة او تمييز وتوفير سبل الانصاف العادلة واشد وزير العدل بالدور الريادي لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموه المستمرة التي اثمرت توحيد الجهود وتعزيزها وتنسيق عمل الجهات المختصة بمكافحة الاتجار بالاشخاص وقال وزير العدل ان من بين تلك الجهود المهمة انشاء نيابة الاتجار بالاشخاص وتخصيص محكمة تتولى الفصل في الجرائم المحالة اليها من نيابة الاتجار بالاشخاص وهو ما عزز من الخبرة المتخصصة للتحقيق في مثل هذه الجرائم ترجمة نانسي قنقر